بعد حالة من التخبط ها هي حالة التهي والانفلات تعر نظام المغربية مرة أخرى حيث صار لا يفرق بين عدو أو حالف وصار همه الوحيد تنفيذ بنود أجندة صهيونية في المنطقة مفاجأة تلقاها نظام المخزن بعدما كشفت وكلة الأنباء الإسبانية أن فرنسا كانت تنوي طرح نزاع الصحراء الغربية للنقاش خلال قمة الاتحاد المتوسطية القمة التي كان من المفترض أن تنعقد الجمعة في مدينة أليكانت الإسبانية بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين وهي سابقة في هذا المنتدى الذي تأجل إلى وقت لاحق بسبب إصابة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بفيروس كورونا أمام المساعي الفرنسية لطرح القضية الصحراوية للنقاش رغم أنها غير مدرجة في جدول أعمال القمة يتضح جليا مدى اتساع الهوة بين فرنسا والنظام المغربي خاصة وأن العلاقات بين الدولتين عرفت في الآوينة الأخيرة حالة من الفتور خلصت إلى سحب باريس سفيرتها من الرباط بعد تعيينها بمنصب في الاتحاد الأوروبي ولكنها لم تعين بديلا لها وهو ما أثار تساؤلات بخصوص الطريقة التي غادرت بها السفيرة الفرنسية وما الرسائل التي أرادت إيصالها إلى النظام المغربي الذي اتهم بالتجسس على الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ومسؤولين آخرين المساعي الفرنسية لإدراج القضية الصحراوية في القمة الأورو متوسطية ورغم ما يمكن أن تحمله من تأثيرات على أزمة الطاقة وتزويد أوروبا بالغاز في ظل وضع اقتصادي وسياسي متذبذب جعل المخزن يرتبك من هذه الخطوة الفرنسية وهي التي لطالما كانت تؤيد سلطة الاحتلال المغربي إلا أن التغير في الموقف الفرنسي يبدو أنه هز أركان المملكة المتهالكة حيث طالبت فرنسا بتوضيحات حول موقفها والذي يبدو أن الرد عليه لن يكون في القارب العاجل ما دامت التوترات في المنطقة قائمة بين الجزائر ومدريدة بعد تغيير رئيس وزرائها موقفه من القضية الصحراوية مما دفع الجزائر إلى تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار معها وهو الأمر الذي ورطه أمام الشعب الإسباني